وعليكم صيد البلد ما تنظروا ماء والتقوى الذكي إليه الشر جعل الله قعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والخلاق ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله جديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء يا أهل تبد لكم تسركم وإن تسألوا عنها حين ينزلوا الكرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سأل آفهم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافر ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأذرهم لا يعلمون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجلنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتمون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضبكم من ضل إذا اهتدينتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم فوقكم إن الوصيل يتذنان ذواعد منكم أو آخران من خيركم إن أنتم ضغرتم في الأرض ما صابتهم مصيبة البون تحبسونهما من بعد الصلاة فينقسمان بالله إن اختبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقوا عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا مناهداً لمن الظالمين ذلك أدنى أن يحكموا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الجيوم إذ قال الله يا عيسى بن مريمك من يمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح المدس تكلم الناس في المهر وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجين وإذ تغلق من الطين كارئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأجمى والأرص بإذني وإذ تغلق الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ اكتهم في البينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل عليها مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم